تستضيف مصر اليوم وغدا أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حيث شهدت القاهرة انطلق أعمال الاجتماع التحضيري ومشاركة وفودي كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية في الدول العربية أتشرف بدعوة معي للوزير أنجين القباش وزير التضامن الاجتماعي لتسلم رئاسة الدورة الثلاثة واربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب العديد من الملفات المهمة تشهد أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تسلمت مصر رئاستها من دولة قطر بعد توليها رئاسة الدورة السابقة الثانية والأربعين للمجلس إحنا الاجتماع هذا بيجي بفترة صعبة جدا تمر فيها المنطقة العربية وخاصة إخواننا في قطاع غزة وكأخذ الخطاب منحة كبيرة جدا من قبل سادة الوزراء والمندوبين بالنظر إلى ما يحدث في غزة وكيف يمكن لأصحاب المعالي الوزراء الشؤون الاجتماعية خاصة لهم عندهم الجانب الإنساني والاجتماعي كيف يمكن يقدموا الدعم لإخواننا في غزة وإحنا الجميع يدعو إلى وقف إطلاق النار ودعم إخواننا في غزة بالمعونات والأدوية واحتياجات الضرورية الأساسية للحياة أصلا كمان وطبعا مثلا قامت بدور متميز في هذا المجال في الجلسة الافتتاحية تم تأكيد على مواصلة العمل على تحقيق الإنجازات والمبادرات التي أثرت العمل العربي المشترك وقادت جهود المجلس لخدمة المجتمعات العربية فضلا عن تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك بمختلف أبعاده ودعم الشعب الفلسطيني في صموده أمام العدوان الذي يتعرض له العدد الهائل لدينا من النازحين في جنوب قطاع غزة حوالي مليون وثمانمائة ألف نازح منهم حوالي المليون في 149 مدرسة تقريبا يحصل المواطن فيها أو الفرد على أقل من لتر ماء صالح للشروط ووجبة واحدة على الأكثر مع انعدام الكهرباء والماء وتوفر الشروط الصحية تسلم مصر رئاسة الدورة الجديدة للمجلسيات في وقت شديد الصعوب على الأمة العربية إلا أن مصر لديها ثقة كاملة في قدرة تضامن العربي المشترك على التغلب على الأزمات التي تمر بها الأمة خاصة أن الشعوب العربية تطلع إلى التضامن العربي والتعاون المشترك للتغلب على تلك التحديات وتجاوز الأزمات ومواصلة جهود التنمية العربية أحمد الحسيني التلفزيون المصري